أنا لي قصة قصة وضعي وحالتي نعم والقصة ذي يعني ممكن أنها مرتبطة شوي بالآيات اللي ذكرت فأنا قصتي مرتكزة بعد توفيق الله على حزن الظن بالله والصبر شوانا أنا مصاب بمرض من الولادة وهذا من أندر الأمراض على مستوى العالم سبحان الله في واحدة من رحلات العلاج لأمريكا اكتشفت أنه خمسة على مستوى العالم المصابين بهالمرض سبحان الله حتى ما لا اسم بالعربي وطبيعة المرض أي إنسان طبيعي الدم فيه جسيمات دهنية هي اللي تساعد على سيلان الدم أنا سبحان الله تنتج من العظام مع الكالسيوم جسيمات ما لا اسم بالعربي اسمها بالانجليزي أنتيفاس فوليبيت سندروم هذه تحارب إذا زادت عددها ارتفع مستوها بنسبة الدم تحارب الجسيمات الدهنية ويعني شرح مبسط تاكلها تقضي عليها تسبب جلطات الله أكبر هذا أنا كان معي من الولادة وفي البداية يعني عام الـ 406 الـ 407 كانت تقدم بالطب شوي فما أنا ما نعرف وش المشكلة اللي عندي صحيح فأنا أول جلطة أصابتني كانت في أول ثنوي أو في ثالث متوسط وكانت في الرجلة اللي سار وشخصت في البداية على أنها تخذ ثرف الدم ولا إصابة وتعرف هي كانت جلطة ولكن الجسيمات لسه مرتفعت واصلت حياتي طبيعية أنا أذكر قبل الجلطة هذه أني كنت أتعب ودخلوا للمستشفى كثير وما كانوا يعرفون وش عندي كانوا يقولون تلبك في المعدة زي كذا أسبوع وطلع بنوانا في الابتدائية ولكن بديت مرحلة الجامعية عام 1419 وجاتني في اختبارات الترمة الأول أول جلطة ورغم أن أصابتني أكثر من 40 جلطة بس أني أحسب أن هذهك أقواها الأولة اللي جاتني هنا في الجامعة لأنها جات في الرئة انصابت في الرجل وتأخرت لأني قلتها بعدي الاختبارات وبعدين أروح للمستشفى فاصعدت من الرجل الجسيات الدم المتخثرة وضربت في الرئة وكنت في موضع مأساوي أذكرني تنومت المستشفى الشميسي وجلس تقريبا شهر كان رد لطباء الأخواني وزملائي اللي معي يعني هذه ساعات قليلة ويعني ينتقل رحمة الله ما عرفنا ويش عنده أعودنا لكن ربك رحيم نعم شهر في العناية المركزة وطلعت وبرضو لأنه المشكلة اللي صارت أني بعد ما خلصت الثالث ثانوي بديت المرحلة الجامعية مسيلات الدم ما كان فيه توصية يعني يعني تعليم من الطاقم الطبي ترى حياتك بعد الله مربوطة بهالمسيلات الدم نعم في يوم طلعت من ثالث ثانوي وبيديت في الجامعة ما خذيت مسيلات الدم فهو كانت السبب يعني هو السبب الأصلي إهمال العلاجات بعد اللي كاتبها ربي نعم طلعت وبيديت على الورفارين ولكن أنه الجسيمات زادت بديت من عام 1420 معاناة الجلطات كانت تجيني كل ثلاثة شهور كل أربعة شهور مع كل سنة تزود إلى الحين معرفة الأطباء سالفة الجسيمات اللي تنتج من العظام نعم لأنه مرض نادر والطب كان شوي مو بنفس التطور اللي الحين بديت في مستشفى الجامعي وجلست معهم ما يقالب 12 سنة وأنا تجيني جلطة كل ثلاثة شهور كل شهرين إلينا السنوات الأخيرة اللي يعامل في 432 و 31 كنت شهر ونص في المستشفى وتقريبا 15 يوم برى المستشفى وتجيني جلطة ثانية وأرجع نعوذ بالله مش فطر فوصلت عدة جلطات هم ما عدوها بس تقريبيا في الملف كانت أكثر من 40 مع الجلطات اللي كانت تجي في الرجل وكنت تحامل عليها وزي كده وتعدي يعني ما أروح للمستشفى نعوذ بالله بعدها جاتني دكتورة الله يذكرها بالخير بروفاسورة كانت ماسكة بالنيابة للبروفاسور اللي كان مسؤول عني كان يقول ما في حل إذا جاتك الجلطة تجينا نسيلها وتطلع جاتني قالت لي جسمك ما عاد يتحمل الجلطات اسمها دكتورة فرجا القحطاني سعودية الله 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 يذكرها بالخير قالت فيه دكتور عام 1432 فيه دكتور في مستشفى التخصصي شغال على زراعة الخلايا الجذعية وكانت في بداياتها أو لسه ما عملت إذلك عافية بعد الله في عندك جسمك ما عاد المهم رحت للدكتور هزاع وشرح لي أنه ترى المخاطرة كبيرة ترى تقريبا أنت أول حالة بنسوي لها زراعة خلايا الجذعية والبرنامج قوي ونسبة المغامرة والوفاة تتجاوز 95% لأنه بنسوي لك علاج كيماوي أعلى شيء بعدين بنسوي لك زراعة الخلايا الجذعية أنا كنت مؤمن بالله وقضاء والله أنا كنت أوقع على الأوراق اللي أوقع عليها كان الدكتوري يقل يقرها كنت أقول إذا الله كاتب لي الوفاة ورفضت من هنا ما أنا بطالع تصدمني سيارة ولا بنام ما أنا بصاح اللي كاتبها ربي بيصير يعني لأنه هذا حل المعاناتي أنا عندي ولدين ما عرفتهم إلا واحد في ثالث ابتدائي يعني ما قصدي ما جلست محب حياتي كلها في المستشفى رايح جاء يعني كانت أمهم الله يوفقها هاللي قامت بتربيتهم جزاها الله خير وأحسنة التربية الله جزاها الله خير جزاها الله خير فوقعت وبدألي بالكيماوي وكان والله قوي مرة كان تقريبا ستة شهور إلىين وصلت المرحلة الأخيرة حطوني في العزل بعدين انقلوني للمبنى في غرفة زراعة الخلايا الجذعية كانت غرفة صغيرة فجاني دكتور ملتزم وقال أنت تعرف الموضوع اللي أنت فيه وما تدري أنت يعني يمكن الله كاتب لك تشهد ما تشهد هذا الحين بيسهون عملية بيسهون زراعة خلايا جذعية يعيدون لأنهم صفوا الدم بالكيماوي وبيسحبون الدم الكامل اللي فيني يحطوا لي دم جديد وصفايح دموية جديدة وبيحطون خلايا جذعية منقحة يعني صافية نعم المهم سووها صحية من العملية نحس بنتوني طالع من غرفة العمليات ثالثين دخلت غيبوبة ثمانية أيام نعم وكنت على الأجهزة جسمي الرئى والقلب وجلست في العناية المركزة كان عملية الخلايا الجذعية في 11-11-2012 جلست شهرين في العناية المركزة في يوم كنت أتألم بصوت عالي في العناية المركزة جاني رئيس العناية المركزة قال أنا بقول لك شيء كان يعطوني المسكن كنت أقول طفوا النور أبغنام من قوة الألم قالي بقول لك شيء وبعدين أبروش يعني أنت وصلت الحالة والله العظيم ما أحد وصلها في العناية المركزة في التخصصي و أنت عرف مين اللي يجي للتخصصي والعناية المركزة صح أنه ما أحد وصل لها ورجع للحياة نحن اجتمعنا ثلاثة اجتماعات الاجتماع الأول قررنا شيء للأجهزة وإعلان الوظاه لأنه جسمك كله شغال على أجهزة على الأجهزة و دكتور أشار علينا قالوا عطوه موهلا 24 ساعة اجتمعنا بعد 24 ساعة كان القرار أنه بنفصل الأجهزة يقول والله كان فيه الدكتور أو ذكر لي اسمها انها بكت وقالت عطوها 24 ساعة هو كان وش الشرط الله يكرمكم من الكلا تشتغل يعني يصير فيه الله يكرمكم تبون نعم إذا اشتغلت الكلا يعني الجسم رجع للحياة سبحان الله اللهم اليوم الثاني كملت 24 ساعة خلاص احنا في المكتب وبنروح نقرر يقول ودخلت علينا ممرضة في البنية بعلى صوتها يعني اشتغلت الكلا اشتغلت الكلا وبدأ الأجهزة ترجع شوي شوي هذه على مستوى الثمانية يقول لين رجعت يوم قال لي ذا الكلام معدل الألم اللي كان عندي طار منه خمسين في المية سبحان الله قال لي ذا المعلومة وين كنت وين وصلت لأن أخواني كانوا يجونني وجيهم كان أول يوم أول ما صحيت كانوا يدخلون يبكون وزي كذا وانا اقول له مش فيه يعني ما كنت أدري بالثمانية أيام اللي أنا وصلت المرحلة جلست شهرين في العناية المركزة بعدين شهر في التنويم العادي بعدين طلعت في بداية متعبة لي كثيرا عندي أخوين في الرياض كنت مخليهم استلامات واحد يوديني للطواري ويرجعني ويروح لبيت أخذ ساعتين ثلاث ويرجع لي لألم مرة ثانية هدق على أخوي الثاني يجي يوديني واجلس يوم يومين في الطواري ولا في العناية وارجع الممكان 2013 متعب جدا في 2014 من كثر الجلطات كان الشريان الراوي عندي مسكر فكنت زي كذا وأنا سول فما قدر أكمل ساة ألفة أو جملتين إلا وانا أخذهم في السيد بعد العملية بعد الزراعي بس إن الجلطات القديمة أثرت على الشريان الراوي يعني مع السنين ذي متسكر الشريان الراوي وممكن واحدة من الجلطات مرت فرحت لأمريكا شهرين بس نظفوا لي الشريان الراوي وسووا لي تأهيل ورجعت ومن 2014 تقريبا من نصه و2015 الحمد لله ما عد جاتني جلطات ولكن الجسيمات هما هي تنتج من العظام فهو ما تم القضاء عليها بس كانت وصلت إلى قبل الصفر في الرسم البياني والحين بدت ترتفع شوي شوي ولكن الحمد لله أحسن من أول بكثير أموري طيبة يا رب لك الحمد كملت دراستي أنا مهندس كيميائي كنت الأول على دفعتي ما شاء الله أخذت الماجستير جعمة الملك سعود برضو ممتاز مع مرتبة الشرف ما شاء الله وقبلت دكتوراه ولكن لسبب ما ما قدرت أواصل فيها والحمد لله أنا ما شاء الله عامل حياتي في الفترة ذي كلها يعني إلين تقريبا وصل عمري 35 ونا مع المرض هذا رايح جاي يا رب عندي ثنتين أساسية حسن الظن بالله أنا دخلت زراعة خلي التنويمات أنا أدخل التنويم أو العملية وده وأنا داخلية أنا أقول إذا طلعت أبسوي كده وأسويك أنا عندي حسن ظن بالله إنه ما بصاير ليش إني بطلع وبطيب والشي الثاني الصبر أنا عندي الجزاء اللي للصابرين إذا صبروا بإيمان لأن الواحد إذا جزع راح منه الأجر والمرض فيه بس إذا صبرت المرض فيه بيخف عليك المرض مع الصبر بتحصل على الجزاء من ربي نعم شي الثالث نحاول أقنع لنفسي نفسي بس ما فيه فرق بيني وبين أقراني اللي معي بالعكس أنا أفضل منهم والمرض معاقني لذلك كان داعم لي في دراسة الجامعية كان داعم لي في زواجي ولا كانوا ناس معارضين كانت جلطاتي كثيرة ليش تتزوج وزي كده قلت له أنا ما فيه ما يفرقني شي أنا إنسان طبيعي لا الأمور طيبة ويا رب لكم ما شاء الله فهذه قصتي باختصار الله يجعلك ما تشوف شر ويديم عليك الصحة والعافية يا رب العالمين وأنا باستخرج حاجتين من قصتك أنت سولفتها وعلمتنا بالعلوم اللي عندك وأنا أستخرج منها حاجتين من بعد ذلك للمشاهد وله الرجال الطيبين الحاجة الأولى أن هذه هالقصة اللي جرت عليك لو عندي أنا أكبر مصيبة بهالحياة لو أني فاقد غالي لو علي ديون لو أني داج لو فيني جميع الهوائل وسمعت قصتك لي هانت مصيبتي عني واعتبرني أقول الحمد لله أني بخير ونعمة أثاريني بخير الله ملك الحمد فدائماً هذه مستقن للمنا قلنا الحمد لله أني أمشي وروح وجي ولا أحتاج مستشفيات ولا أحتاج أدوية هذه فعلاً الآن من قصتك يا بو سلطان نستشعر كلمة الحمد لله أني مري بنوه بمستشفى الحمد لله أني أمشي أروح أجي ما لها دخل الدجة أني داج عادي ما علي خلال هذه حاجة الحاجة الثانية أن هاللي قلتها أكبر دليل على معجزات رب العالمين يعني هالحاجات الدقيقة اللي أنت ذكرتها اللي ما اكتشفوها الأطبة البروفيسور ما اكتشفها هاللي يدرس ويشوف نفسه أنه عارف بكل شيء بها الدنيا الله سبحانه وتعالى بس غير حاجة بسيطة أخلف أهل العلم اللي اخترعوا هالعلم وزينوا هالعلم سبحانه الخالق فالله سبحانه وتعالى هو صانع المعجزات وهال الصحة والعافية عسى الله يدي ما عليك اللي أنت جيت فيها من فضل الله وحده سبحانه الباقي كلها أسباب هالدكاتره المبدعين اللي أبدعوا وتميزوا ويشرفنا أن أكثرهم السعوديين مثل ما ذكرت ولكنهم أسباب الله سبحانه وتعالى هو الأساس اللي سوى لك الحاجة ورجع لك مرة ثانية وأنت بخير ونعمل الله يعطيك العافية سلام يوم قال لي الدكتور مدير المركز أنك وصلت المرحلة والله ما أحد وصلها ورجع مرة ثانية فأنا كنت أقول في نفسي يعني كان يقول عندك سبب فأنا كنت أقول لنفسي والله ما من سبب وما من خبيه ولكن كان عندي موضوع النمي الله يطول في عمرها ويخليها لي تدعي لي 24 ساعة في اليوم قبل ما سوي أي شيء يكلمها قبل ماذا فكانت أمي أنا ما أحرص على والدتي الله يطول في عمرها أنا تدعي لي لأنني عارف أن لسانها ملازم دعوة كنت أقول للدكتور أقول في خاطري أني عارف والله وإش ردني بعد فضل الله سبحانه أنها دعا اللي على سجدتها طول يومها تدعي الله يطول في عمر الوالدة ويخليها لي آمين يخلي للجميع والديه ويغفر لوالدين الجميع يا رب العالمين الله يعطيك العافية يا عافية سلطان